طلاب الأعزاء أسعد الله أوقاتكم اليوم سنطبق حل المسائل في التحويل بين وحدات قياس الطول في كتاب التمرين صفحة 39 التحدي 3 ألف طول قطع خشبية 85 سنتيمتراً وطول قطع خشبية أخرى 620 مليمتراً ما مجموع طوليهما بوحدة المليمتر الآن ما مجموع هنا مجموع معناها عملية جمع إذن سنجمع 85 سنتيمتر زائد 620 مليمتر يساوي كم مليمتر الآن الإجابة مليمتر مليمتر السنتيمتر هنا مختلفة يجب علينا أن نحول السنتيمتر إلى مليمتر وثم نجمع إذن سنحول 85 سنتيمتر تساوي كم مليمتر العلاقة ما بين السنتيمتر والمليمتر هي ضرب عشرة إذن 85 ضرب عشرة ويساوي صفر العشرة هنا 85 ضرب واحد خمسة وثمانون إذن الناتج هو ثمانمائة وخمسون مليمتر الآن سنجمع ثمانمائة وخمسون مليمتر زائد ستمائة وعشرون مليمتر هنا سنقوم بعملية الجمع صفر زائد صفر صفر اثنان زائد خمسة سبعة ستة زائد ثمانية أربعة عشر إذن الناتج هو ألف وأربعمائة وسبعون مليمتر طول قطعتين الآن فرع باء غرفة مستطيلة الشكل طولها ستة أمتار وعرضها ثلاثمائة وخمسون سنتيمترا ما الفرق بين طولها وعرضها بالسنتيمتر الفرق هنا عملية الفرق معناها عملية طرح إذن سنطرع ستة أمتار ناقص ثلاثمائة وخمسون سنتيمتر يساوي كم سنتيمتر إذن سنتيمتر سنتيمتر المختلفة هنا المتر إذن سنحول ستة أمتار تساوي كم سنتيمتر العلاقة ما بين المتر والسنتيمتر العلاقة ما بين المتر والسنتيمتر هو مئة إذن ضرب مئة ستة ضرب مئة ويساوي 600 سنتيمتر الآن سنطرح 600 سنتيمتر ناقص 350 سنتيمتر ويساوي سنقوم بعملية الطريح هنا 0 ناقص 0 صفر 0 ناقص 5 لا يجوز 6 سير 5 والصفر هنا سير 10 10 ناقص 5 5 ناقص 3 2 إذن الناتج هو 250 سنتيمتر الفرق ما بين طول وعرض المستطيل الآن الفرع الثاني أجد المسافة بين بيت حازم والمسجد بالأمتار اعتمادا على الشكل الآتي يمثل الشكل الآتي هنا بيت حازم الأمتار اعتمادا على الشكل الآتي يمثل الشكل الآتي هنا بيت حازم المسافة ما بين بيت حازم والمدرسة 4 كم أما المسافة ما بين بيت حازم والمسجد هي مجهولة لا نعلمها ولكن يوجد هناك الطرف عندنا خيط للحل هذا السؤال وهو المسافة ما بين المدرسة والمسجد المسافة ما بين المدرسة والمسجد هنا المسافة الكلية هي 6500 متر إذن حتى نجد المسافة ما بين بيت حازم والمسجد إذن سنطرح المسافة الكلية ناقص المسافة بين المدرسة وبيت حازم ويكون الناتج هو المسافة ما بين بيت حازم والمسجد إذن 6500 متر ناقص 4 كم يساوي كم متر إذن هنا متر هنا متر الاختلاف 4 كم سنحول 4 كم يساوي كم متر العلاقة ما بين الكيلومتر والمتر هي ضرب 1000 4 ضرب 1000 وتساوي 4000 متر الآن سنطرح 6500 متر ناقص 4000 متر يساوي كم متر الآن سنطرح هنا 0 ناقص 0 صفر 0 ناقص 0 صفر 5 ناقص 0 خمسة 6 ناقص 4 اثنان إذن الناتج هو الفان وخمسمائة متر المسافة بين بيت حازم والمسجد إذن 2500 متر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر